انا فاتن عقيل من مدينة حلب جيت لهوني من 6 سنين كنت جاي على أساس أنه فترة بسيطة ورح أرجع لسوريا 3 شهور 6 شهور ماكسيموم يعني بس جيت وخلص ما عدت أرجع ما عدت أرجعت لسوريا أبدا بداية أنا كنت بحلب أول ما اتخرجت أنا خريجة فنون جميلة اشتغلت بالتدريس لمدة 18 سنة مع أني ما بحبه بس ما عن ذلك اشتغلت فيه بعد 18 سنة قررت أني خلص أنا بدي أستقيل وأتجه لشغل تاني للتسويق والأعلان وفعلا اشتغلت بشركة نيسان للساعات الأعلانية لمدة 10 سنين قبل ما أجي لهون يعني جيت لتركيا طبعا ما في شغل ما في شي قعدت تقريبا قريب السنة ونص ما كنت باشتغل شي بديت بعدين مع غربتنا كان فيه تطبيق وموقع كان بدايته يعني وبداية تسويقه فأنا أخدت استلمت تسويقه كموقع وتطبيقه بعد فترة صار فيه مجلة غربتنا من ضمن الشبكة كمان اشتغلت بتسويق لمجلة غربتنا محققت انتجار كتير كبير بشكل كتير كبير وأجت المجلة كمان يعني المجلة ما كانت بس في عنتاب كانت بإسطنبول كانت بمارسين كانت ببورصة يعني انتشرت بالولايات يعني أهمي ولايات في تركيا هلأ أنا موضوع التسويق ليش أنا هون اشتغلته بسهولة لأني أنا عشر سنين اللي كده عبا أشتغلها بحلب كانت عملتل يعني عندي داتا كبيرة عندي معارف كتير ونحس نلحظ أن هالناس انتقلوا لتركيا سواء هون كانوا في عنتاب أو بإسطنبول فكان كتير سهل التعامل معهم يعني لما أنا أروح لعمدول لتسويق غربتنا أو هذا فهنا بيعرفوني من قبل فكتير سهل الأمور عندي هلأ أنا الصعوبات الحمد لله يعني اشتستة من قيام ما كنت بحلب لأني أنا طول عمري بشتغل فكنت عرفاني أعمل كنترول ما بين بيتي ما بين شغلي ما بين أولادي حتى كنت أخليهم يعتمدوا على نفسهم كتير أكيد بيت حماي كانوا بيساعدوني بيساندوني بهذا الموضوع بس الحمد لله لا يعني الأمور كانت ماشية يعني ما عندي صعوبات إنه أنا سيدة أسره أو عبا أشتغل ما كان عندي هاي القصة مش تستة من زمن هلأ هون شوي كان في صعوبة كله جو جديد لغة جديدة ما عم نعرف نتعامل مع الأتراك لكن كمان بحس حالي إنني كنت محظوظة إن أنا في ناس بعرفها من قبل هي فتحتني المجال هي ثقتهم فيني بحلب هي اللي خلتهم مثلا ليسقوا فيني هون فمن سنة ونص تقريبا خلاص أنا بدي أعمل شي خاص فيني يعني وبديت بمشروع موستاش موستاش بديت فيها من سنة ونص فكرة موستاش هي كل شيء أعلاني سواء إزاعات أو تلفزيونات أو سوشال ميديا أو تصميم مواقع ومعارض ومؤتمرات فكرة بقى معرض ورد اللي صارت نحن عملنا شيء اسمه عالم سيدات الأعمال اللي هو يعني وليد منتدى الاقتصادي عملونا مجموعة من سيدات الأعمال السواء اللي بيشتغلوا من بيوتاً أو اللي عندهم شغل يعني حر وبدينا نتعرف على بعض ففي أنا ورانيا وآيات كنا مرة هيك قعدين هني أجدتهم فكرة أنه هني مشاركين بمعارض سيدات الأعمال المهن العرفية يعني فأجوع بيقولولي حبي نعمل معرض هوني بالأغور بما أني أنا مكتبي بالأغور فأنه سألينه وكذا فقعدنا عم نتناقش هني فكرتهم كانت بس للسيدات طيب ليش ما مندخل معا كمان شركات بما أني أنا بعرف شركات فقال ايه فكرة حلوة لك تشتغلي معنا بالموضوع فقال لهم يلا منشتغل وهني صاروا يجيبوا السيدات وأنا أجيب الشركات وعملنا معرض ورد والحمد لله يعني أخذ صدا كتير حلو والعالم حبته وعبي يطالبونا أنه نعمل معارض تاني هلأ الفكرة منه أني نحن نعمل عملية تشبيك ما بين السيدات اللي مسلا سوا بشتغلوا ببيوتهم مع بيوصل شغلهم للناس نعمل تشبيك بناتهم بين رجال أعمال سواء سوريين أو أتراك يعني مسلا نلع سبيل المثال ممكن سيدتكم تعمل أكل ببيتها في معامل كتير بتجيب وجبات للعمالة فنحن بدنا نربط ما بين هالسيدة وما بين هالمعمال أو هالشركة بحيث أنه هي عب تشتغل عب تعطي لهالشركة عب تستفيد ماديا فهي عمليات تشبيك طبعا هيدا نموذج على كافة الأصعيدة هلأ نحن بداية رح يكون الانطلاق الشهر القادم بإذن الله لأنه نحن كنا كله هذا فترة تأسيس عم نشتغل على النظام الداخلي عم نشتغل شو الخدمات اللي رح نقدمها شو رح يستفيدوا مننا السيدات فراح تكون انطلاقتنا الشهر الجاي بإذن الله وراح ينفتح باب العضوية يمكن اللي بيعاني شوي ببداية حياته منه مثلا ما يلاقي حدا جنبه خصوصا بالغربة فأكيد واحد بعيش معنا لأني أنا بداية تميت تقريبا قريب السنة ونص ما بشتغل بيتركيا وأنا معوادة طول عمري إني أشتغل فكان كتير شي صعب علي ومع بلاقي طيب كيف وين كيف ده أبدا فإنه أنا لما بحسن أساعد غيري بإنه يبدأ بيشغله وهذا كتير شغلة يعني اللي مفتقدة بيلاقي إنه لازم أحقق هذا الشي لغيري هلا هو العمل هو أمان هو استقرار ما مو أكتر من هيك يعني ما عندي طموح أني أصير مليارديرة ولا أعمل مصرات كتير لا أنا بس إنه أعيش بكرامة أولادي أواصلا لمرحلة يكونوا فيها بأمان يعني هو الأمان بس لأنه نحن ببلد فقدين فيها الأمان فهو العمل هو أمان أي حدا سواء رجل أو مرأة يعني